بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن تعليقات عامة خاصة بالرسم. وتعليقات خاصة باللوحتين آآ تمرين رقم اتنين وتمرين رقم تلاتة. دي بعض العنوين للتعليقات بتاعتنا. وهنتكلم عنهم واحدة واحدة. اول تعليق عن ادوات الرسم احنا بنرسم طبعا بالرصاص او باللد. تمام? وعندنا آآ نوعين من للاقلام يعني احنا معروفة في عندنا القلم المعروف المتعرف عليه باسم القلم السنون او والقلم ده متواجد بسماكات للرصاص من يعني ثلاثة من عشرة وفي خمسة من عشرة ملي وسبعة من عشرة وعندنا تسعة من عشرة مليمتر وكمان يعني بيبدأ يدخل في الميل. القلم ده ممكن نرسم بيه كل حاجة بس اللي بيحصل ان الطالب بيبدأ يرسم بيه وما بيقدرش يلفه هو ماشي على محوره. فبيبدأ الخط بتاعك يبدأ يبقى خفيف وبيتقل مع السكة بقى ايه. بتلاقي القلم الخط بتاعك ياما انحرف عن الاتجاه ياما لان السن بيتبري يعني السن الرفيع ده بيتبري مع الحركة مع الاحتكاك مع اللوحة. فبتلاقي ان السمك بتاع الخط مش مزبوط معنا. بيبدأ يدخن او يرفع. وعندنا القلم اللي هو او القلم زي ما احنا بنقول عليه. اللي فيه سمكات اتنين ملي ميتر. وممكن كمان بيزيد فيه اقلام اربعة ملي وخمسة وستة من عشرة ملي. لحد ما بنوصل لقلم اللي هي الجرافيت اللي هي التخينة جدا. اللي بتستخدم في الرسم الحر يعني. طيب احنا محتاجين نرسم بالقلم ده. وفي نفس الوقت ما ينفعش نرسم بيه لواحده كده. آآ كل الناس بتشتكي ان هو السن بتاعه بيبقى مش مبري. وانه مضطر يبري كل شوية. طبعا هو دي يعني في الاول بس هتبدأ تبري كل شوية القلم. بعد شوية وانت بترسم انت بتلف القلم حواليه محوره. القلم بهذا الشكل. فما بتضطرش كده يعني بيستهلك السن من جميع الاتجاهات. بتضطرش تبري الى كل فترة اطول شوية. طيب بنبري القلم ازاي? احنا عندنا صنفرة. الصنفرة دي يعارفين ورقة صنفرة طبعا بتبقى في خشبة كده من المكتبة وعليها صنفرة او انتهت ورقة صنفرة عادية وابدأ ابرد عليها السن بتاعك. لو هتستخدمها آآ خلي السن بتاعك بزاوية منخفضة كده زي ما احنا شايفين عشان خاطر السن يبقى رفاية. طبعا لو السن رفاية زي ما احنا شايفين كده. ومبرى رفاية مش هيساعدك في الرسم. ولو او مدور طبعا هيطلع خطة خين. فالصح ان احنا نخليه كده او يعني رفاية كده وطويل بهزا الشكل. طيب بنستخدم القلم ازاي? احنا اتفقنا قبل كده دكتور احمد شرح لكم الموضوع ده. احنا بنعمل ايه? بنشد خطوط. يعني ايه نشد خطوط? بنمسك القلم كأننا بنشده في الاتجاه ده. يعني بتسحب وما بتضغطش على القلم. احنا بنسحبه في الاتجاه ده بنشده. نفس الكلام بنشده في الاتجاه لاعلى. المفروض لو انت بترسم صح مفيش خط هيبدأ من اول للاخر ويبدأ يميل. يعني من هنا لهنا مفيش ميل لا الاعلى ولا الاسفل. فطريقة الرسم اللي احنا بالارشادات اللي هي المذكورة دي بتخلينا نشد الخطوط وما بقاش في مشكلة في الابعاد. من اول هنا لحد هنا. طبعا اغلب الناس لما بتيجي ترسم حيطة والحيطة دي جواها جواها في بتبدأ من هنا مزبوط يبقى مثلا متوسطا في وسط الحيطة يجي في الاخر يبقى مسلا فوق آآ في فرق مسلا في السمك بهذا الشكل. فطبعا ده ما ينفعش ده في الاخر وفي الاول دقة راس هتتحاسب عليها. يبقى اتفقنا بنشد الخطوط في الاتجاه ده وفي الاتجاه الاعلى. وفي نفس الوقت الالم بيلف وانت بترسم ومايل ايدك الالم مايل بايدك على اتجاه على زاوية خمسة واربعين. طيب ما ينفعش الالم زي ما احنا شايفين ده ده الوضع السليم. بيبقى السن على وش المسطرة. لو بعدنا السن عن وش المسطرة هيبدأ يحصل اخطاء زي ما احنا اتفقنا. ويبقى فيه آآ فروق في في المقاسات في المسافات الطويلة. في ملحوظة اخرى مهمة ان اللوحة بتاعتنا لازم تبقى طول الوقت او باستمرار نظيفة. يا اما تستخدم فرشة او آآ فوطة صفرة. الفوطة الصفرة دي هتتبدأ تشيل بيها او تعمل ازاحة لبري الاستيكا. او الممحاية يعني الفضلات اللي بقية من الاستيكا بنشيلها من على اللوحة عشان خاطر المسطرة التي طالعة نزلة عمالة بتلزق في 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 الروبر او في المطات بتاع الاستيكا ويبدأ يوسخ لك اللوحة. المجهود اللي انت بتعمله خسارة انك تضيعه بشوية آآ خطوات بسيطة تحافز بها على نظام شغلك. طيب آآ ملحوظة مهمة جدا. بلاش 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 نمسح خطوط العمل. بلاش نمسح خطوط العمل او المحاور. خطوط العمل احنا محتاجينها والمحاور احنا محتاجينها. كل الخطوط دي مفيش مانع منها ومش بتضايقنا. فان اللوحة تبقى في الاخر بهذا الشكل او قبل المرحلة الاخيرة ده مفيش مشكلة منه ومحدش يمسح ابدا 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 المحاور. طيب بالنسبة تخنات الحوق. المفروض ان انا عندي ادي سنتر لاين ادي محور او اكس بتاعي خلاص للحيطة. والمفروض ان انا هنا حيطة خارجية في المكان ده وهنا حيطة داخلية. ما ينفعش ان انا اخسس الحيطة بتاعتي في فراغ مفتوح. يعني بهذا الشكل زي ما احنا شايفين كده النموذج ده خاطئ. يبقى بعمل ايه? بشوف ايه الفراغ اللي اقدر اخسس فيه الحيطة دي وساعدها انا هيبقى عندي الفنش بتاع الحيطة مستمر وما فيهوش مشاكل. زي ما هو امامنا في التفصيلة دي. ده غير ان المسقط بتاعي المفروض ان كل الحيطان يبقى السمك بتاعها واحد في كل الرسمة. يعني ما ينفعش يبقى هنا خمسة وعشرين وبعد شوية طبعا زي ما احنا شايفين باربعين سنتي. من كتر بقى ايه يعني آآ زيادة الخير خيرين المصطرة بتميل وبتعمل اخطاء والمسلس بيعمل اخطاء واللي بينزل بيوقع الابعاد برضو مثلا مش مركز. فلازم لازم لازم ناخد بالنا من دقة توقيع الابعاد. اللوحة اللي امامنا دي دي لوحة طالب. طبعا هو توقيع الباب بالشكل ده خطأ جدا. المفروض ان الباب بيجي ناحية اي حقط جانبي. يعني اما الناحية دي يعني الباب يبقى هنا. او الحقط التاني. وبيبقى فيه مسافة كده في الجانب. بيتركب فيها الباب بهزا الشكل. وبيفتح ناحية الحيطة. ما ينفعش يفتح الناحية التانية. يبقى رسم الباب ده خطأ. ده اول حاجة. الحاجة التانية احنا عارفين ان الباب له عتب. والعتب ده المفروض ان هو بيبقى زي بقية قطاع الحيطة بتاعتنا. يعني زي ما احنا شايفين. الحيطة نازلة من فوق اهي. بالسمك بتاعنا الخمسة وعشرين. وفيبقى عامل كده. طبعا احنا مش هنسول بس لو احنا رسمين بالاحمر هيبقى باين كده. هتبقى بنفس الحيطة طيب. طيب احنا بنرسم الباب ازاي? احنا تكلمنا في محاضرة في ازاي نرسم الباب? والشباك? في والبلان والاليفيشن. ياريت نبص عليها تاني. آآ محدش يرسم فتح الباب بهذا الشكل. ويحط فيها باب من غير حلق. ده غير مقبول. المفروض ان احنا شفنا طريقة رسم حلق الباب والشباك. وهنقولها تاني دلوقتي مفيش مشكلة. بس المفروض انها هتترسم. ايه دي المباني بتاعتي الحيطة بتاعتي? وانا عندي باب متر مسلا فانا عندي دلوقتي هيبقى عندي هنا حلق خمسة سنتي هنا وخمسة سنتي هنا. الفتحة بتاعتي دي بقت تسعين سنتي. هنحط هنا الباب بتاعي بهذا الشكل. طيب ده الباب. بالنسبة للشباك. الشباك ما ينفعش يترسم خطين زي هذا الشكل. لأ انا لو عندي واحد لخمسين. فبيبان حلق الشباك والتفصيلة دي موجودة في المحاضرة بتاعة. ولو هرسم واحد لمية ممكن يبقى الابسط شوية ونخلي الازاز في النص. بالنسبة الروف او السطح بتاعنا لو انا عندي مبنى المبنى ده بهذا الشكل. وجوه تقسيمة من الغرف هنفترض قطين. وفي هنا لوبي وفي هنا مش عارف ايه. الحاجات دي كلها مش هتبان معي. انا الروف بتاعي ما بطلعش دروة لكل قوضة. هو الدروة بتاعتي بتبقى بتاع يعني او للمحيط الخارجي بتاع المبنى. يبقى انا الدروة بتاعتي للمحيط الخارجي. ما ليش دعوة بقى ايه القوض اللي جوه. يبقى الدراوي اللي طلع من الغرف دي غلط. طبعا دي لوحة حد من زميلكم. وكلنا بنتعلم. بس ناخد بالنا احنا ان الدروة بتاعتنا بتبقى على المحيط الخارجي للمبنى. طيب بالنسبة الترس. الترس عامل اه مشكلة لكل الناس. المفروض ان البلكونة بتاعتنا هنفترض ان ده الشكل الديفولت بتاعها او ابسط شكل ليها هي عبارة عن بروز خارجي بيخليني اقدر اتواصل مع خارج المنزل واقف فيه وفيه اتصال بصري وهكزا. طيب الدروة بتاعتي لو هتبقى مباني. يعني كلها مبنية يعني من الطوب هيبقى ارتفاع الدروة بتاعتي من تسعين لمتر وممكن يزيد لمتر عشرة وهيبقى لو انا بسط لها هيبقى الشكل بتاعها كده هو مصمت خلاص لو انا هبدأ اخلي الدروة دي في ارسمها هتبقى بهزا الشكل هنبقاطع فيها وادي المباني بتاعتي زي ما احنا شايفين باللون الاحمر يبقى الشكل الاولي بتاع البلكونة هيبقى كده طب هتبن في في البلان ازاي انا بقطع في الدور على متر ونص. والدروة ارتفاعها متر يبقى انا مش قاطع فيها يبقى انا شايف ده الخطوط بتاعت اسقاط او اسقاط الدروة بتاعتي شايفين السمك بتاعها الاحمر ده هو ده اللي هنسقطه هنا يبقى الاحمر اللي هناك في الايزوماتريك ده هو ده يبقى الخطوط دي مش قاطع فيها خفيفة خط خفيف تمام كده طيب افرد احنا عايزين نغير شكل الدروة دي ما تبقاش كلها مباني هنعمل ايه هيبقى جزء منها مباني زي ما احنا شايفين ده رقم اتنين جزء منها مباني وهيبقى عندي كوبستة الكوبستة دي آآ يعني زي مقبض كده طبعا ممكن نقول بتاعتها ممكن دي تبقى من خمسة لسبعة سنتي القطر بتاعها عشان امسك فيها وبيبقى فيه طالع منها زي ما احنا شايفين ايه دي الكوبستة وادي يعني عناصر رقصية كده معدنية بيتركب فيها الكوبستة من الحديد او المعدن يعني ده الشكل التاني عندنا الشكل التالت زي ما احنا شايفين بقى قطاعات رقصية وفقية وهكزا بدروة مسلا بالشكل الفراء الشكل ده هل فيه شكل سابت للدروة لا مفيش بس احنا نبقى عارفين ان احنا لما هنرسمها رسمها في مرتبط ببعضه يبقى شكلها كده شكلها كده لو هرسمها بقى هنا في هتبقى عاملة ازاي انا عندي الاسقاط بتاع هنرسم بقى امسح بدول بس هرسم اسقاط الدروة المباني وبعد كده هرسم الاسقاط بتاع الكوبستة اللي هي الخمسة سنتي هيبقى دول كلهم بس فيه فرق في دي نفس الكلام هيبقى شكل دي هيبقى برضو زيها هيبقى نفس الشكل. بس زي عندنا برضو دي في الدروة المباني هتبقى خطين فقط لغير. اظن فهمنا بقى رسم البلكونة عامل ازاي? بالنسبة لخطوط القطعة وخطوط اه وخط الارض. اه المفترض ان احنا تشريح المبنى او المكونات المبنى من جوه احنا ما بتهمناش في التصميم المعملي. فاحنا ما بن يعني زي ما احنا شايفين كل ده متصل. مش محتاج ان انا ارسم فواصل خطوط بينهم. يعني اللوحة دي لوحة حد من الطلاب آآ راسم خطوط. الخطوط دي خطأ ما ينفعش. احنا كل ده آآ كيان واحد كده انا برسمه بيعبر عن آآ الجسد المبنى او يعني التشريح المبنى او اللي انا قطع فيه في المبنى. فاللي احنا شايفينه ده بالنسبة لخط الارض لازم ابقى عندي آآ يعني ادراك ان ارضية الترس زيها زي آآ او المكان الداخلي الفراغ الداخلي. فالمفروض ان كلهم على لفل واحد زي ما احنا شايفين. اللي عمله طبعا زي ملكو ده غلط وفي نفس الوقت انا دي خط الارض بتاعي بيمشي كأنه زي دي سمك كده بيمشي مع حركة احنا رسمناه في المحاضرة اللي فاتت برضو لو حد مش وصله فركة الخط الارض يراجع المحاضرة بتاعة بتاعة الاسئلة بتاعة الاسئلة بتاعة يوم الحد اللي فاتت. ده خصوص السلم آآ طبعا احنا اخدنا محاضرة عن السلم ازاي ما اعمل الحسابات فاول حاجة يعني ايه بقى نحسب نحسب نشوف ايه الارتفاع الصافي وبعدين نشوف عدد الدرجات تمام? وبعد كده نقسم دول على هنقسم آآ عدد الدرجات على بعدد اللي هما قلبتين فالمفروض عندي تلاتة متر تلتمية سنتي على هنفترض بناه خمستاشر يطلع لي عشرين سلمة. عشرين سلمة يعني عشرة في قلبة وعشرة في القلبة التانية. طبعا آآ كل الناس كل الطلاب عملوا ايه? راحهم قسمين زي الشيت بالزبط. اخذوا الكروكي ورسموا هنا تسع سلالين. تسع مرسموش عشرة. تسعة وتسعة. وطبعا رسموا القطاع وقعدوا طبعا تعبوا فيه مسلا نص ساعة ولا ساعة لرب. قاعد بيسقط ويشتغل مزبوط. وفي الاخر يكتشف ان هو طالع تسعة والهايت بتاعه ما تحققش. ده غير ان او البسطة بتاعتنا طلعت اديق من الطبيعي. المفروض ان انا عندي تسع سلمات انا هبدأ من هنا هو. طالع من هنا ادي واحدة تانية تلتة الرابعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. ودي السلمة الكذابة اللي روها احمر دي. وابدأ من هنا احداشر اتناشر تلتاشر ربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين. تمان? طبعا احنا نمسح بس للحاجات دي احنا بنعد بس كده مؤقتا عشان نتأكد ان الشغل بتاعنا مزبوط. ونبدأ نسقط. هنسقط بقى الايه? السلالم بتاعتنا دي. وزي ما احنا شايفين هتلعلي عامل كده. بعد ما انا برسم يعني شايفين الخطوة اللي احنا فيها رسمنا الايمة والنايمة بنعمل خط بيوصل بين بطنية السلالم دي. خط خفيف جدا ده ووركينج لاين. وبعدين امشي موازي ليه على بعد خمستاشر سنتي. طبعا واحد لخمسين. يبقى بطنية السلم دي. تمام? زي ما احنا شايفين كده. زي ده. وفيه خط موازي كده. على بعد خمستاشر سنتي. ونفس الكلام يبقى كل بطنيات السلم او كل فاخد السلم ده اسمه فاخد السلم. كل ده خمستاشر وهنا خمستاشر. طبعا بالنسبة الهندريل. طيب آآ مبدئيا بالنسبة للبلان ده مفيش حد يرسم الدوائر دي خالص مش محتاجين نرقم السلم بالنسبة الهندريل. انا عندي طريقتين لتصميم الهندريل يا اما بيبقى الضربزين بتاع السلم راكب فوقي بهذا الشكل وبيبقى خطين مقبض السلم هو اللي بيبانى عندي او الكوبستا وبتبقى من خمسة لسبع سنتي. تمام? ببقى خطين متوازين كده. طبعا عندي هنا السهم بتاع السلم طالع في اتجاه الصعود. وعندي خط القطع. الباقي ده في حالة اذا كان ده الدور اللي هو الارضي. طيب يبقى الحالة الاولى لهندريل بهذا الشكل هي خطين مسافة بينهم خمسة سنتي وبيبعد عن الحرف كمان ممكن يبعد خمسة سنتي بقى عندنا خمسة وخمسة طيب الهندريل هيبان منه التفاصيل او السلالم دي لا مش هيباني يعني احنا كده هنمسح زي ما احنا شايفين. السلالم. هنمسح الخط بتاع السلمة. كل خط بتاع السلمة. طبعا احنا عندنا هنا خط بتاع السلم والانف الدرجة. عندنا القطين بس هو اللوحة اللي رسمها دي مغير كامل. ممكن احنا نكملهم دلوقتي. يبقى انا عندي هنا طبعا السلمة كدابة ما فيهاش داشت لاين. وبعدين بطلع برضو هنا يبقى داشت لاين بهذا الشكل. طبعا احنا عارفين من داشت لاين بيبقى على نفس الخط على خط واحد. بهذا الشكل. طيب ادي الشكل ده رقم واحد بتاع الهندريل. ممكن يبقى عندي هندريل ادي فنوس السلم بتاعي. وادي السلالم بتاعتي. عندي بدياش دعوة على استقامة واحدة. ودي اسقاط بتاع ان في الدرجة. طبعا انا ورسم سريع للأسف معلش. بس الهندريل بتاعي بيبقى برة السلم. دي ما احنا شايفين. بيبقى متركب في جنب السلم. وبيبقى برضو بيبعت بيبعت خمسة سنتي مسلا وبعدين سمكه خمسة سنتي بهذا الشكل. يبقى اي اما اسيب السلم نضيف. واخلي الهندريل جوه. يعني جوه الفنوس. ده البديل رقم اتنين. او البديل رقم واحد ان الهندريل يبقى متركب على السلال. دي طريقة رسم الهندريل. عندي اخر حاجة هي الكتابات او آآ لو هنكتب بالاستنبا طبعا زي ملكم مشكورة انا هنا كاتب بالاستنبا بس يعني سودها في الاخر يعني. طبعا احنا مش محتاجين نسود حاجة زي كده هو انا عندي الحرف الاي لو هو فرضا نعمل حاجة زي كده انما ما سوتش الاي انت كده ضيعت شكل الحرف. نفس الكلام هيبقى الحرف البي بلاش نسود جوه الحروف لان بتبوز شكله. الحاجة التانية اللي بيكتب بايده احنا عندنا نوعين من الكتابة او نوعين من الحروف طريقة كتابة الحروف. والهو الكابتل زي ما احنا بنقول. واللوور كيس اللي هو السمول. لو هنكتب المفترض يعني بتكتب كله كابتل او تكتب اول حرف هو والباقي ما تجيش بتكتب مسلا بمزاجك كده وبعدين اخر حرف او محتاجين بس نركز ان الكابتل يا اما في اول الكلمة فقط يا اما كل الكلمة. بس واشكركم بقى على يعني ايه متابعتكم الفترة اللي فاتت للمحاضرات. اه دي اه اخر تعليق عن المحاضرات. ودكتور هدير بازن الله هتستكمل معاكم. اه بقية المنهج هي وبقية الاسد ان شاء الله. السلام عليكم